كنت اقول لحارك حاجة يا دكتور انا كنت بعمل دايت و كنت بحس يعني كنت باكل بروتين ونشويات يعني كنت باكل في الوقت بتاعتي بروتين ونشويات واخدار وبكتر من الخضر وكيب بس كمال اللي بحس بان انا تعبانة اوازنة ينفع اخذ مكمل غزائي او اي فيتامين ولا ما ينفع ينفع تاخذي مكمل غزائي وتاخذي بس ينفع تاخذي مع النزام بس يفضل طبعا لنزام الغزائي يكون زينة اهلا بيك يا زينة زينة وصلت يا جماعة زينة اه شوفي زينة زينة ديت يعني منتشرة في كل مكان يعني اشار الله عليه اه 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 بتدحك اهلا والسهل عاني يا زينة زينة دي من اجمل الناس اللي ممكن تتعرف عليهم هنا في النتاق في المنطقة دي كلها يا سلام عليك يا زينة يا صاحبة القلب الجميل المهم انا دلوقتي مثلا يا دكتور احمد عندي بيجي لهبوط الهبوط اللي موجودة اللي موجودة عندنا اسنان النظام الغذائي تعرف ان النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه بيبقى نظام الغذائي جيد صحي علشان النظام الغذائي يكون صحي وما نحتاجش للبيتامين اللي احنا بناخده يبقى لازم يكون عندنا طبق الصلطة خماس الالوان دائما وابدا لو حصل عندك بيبقى طبق الصلطة ما بناكلوش طبق الصلطة خماس الالوان ده خليه في الوجبة بتاعتك لو انت مش ماشي مع دكتور لحد ما بخليه اه اه طبق الصلطة خماس يعني انا اساسي عندي الصلطة يعني ماشي معه الصلطة بقى بالمكونات اللي انا بقول هالك دي عشان ناخد مجموعة من البيتامينات اللي انا بقول هالك دي الطبق الصلطة عايزين في اللون الابيض زي التوم والبصل. اللون الاخضر زي الخص والجرجير والكرافس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجلة والكابورشة والايزبرج والملفوف. اللون الاحمر زينا عملة تخش وتطلع عملة ما ترقودي يا بنت في مكان. لانك تخش وترخمينا كده دخلة طلعة دخلة طلعة. يا ريت كل الناس تستفيد من المعلومات. يا سلام عليك يا زينا يا سلام. ادي له. كفو كفو. ادي له يا زينا. كفو جحفلة يا زينا حرم عليك يا زينا. كفو جحفلة ليه كده. ربنا احرمنيش منك يا زينا. والله العظيم انا بتفائل. انا بص بقالي ثمان شور في البتاع ده عمري مفرحت. زي ما يا سلام شوف يا زينا ودتني بصها كمان. يا مش هادر. كفو كفو يعني ارديك كده الجحفل يا زينا يعني ماشي يا زينا. شكرا. يا زينا والله انا البوسة دي اتعلمت هنا. بص شايفة? حتى احمرت اي احمرت احمرت. منعزة? احمرت والله العزيم. يا سلام. يا بكسب. كمان اخير الخاص بتتاني ما هيزعلت. يا سلام بكسب يا زينا والله. يا نسة صغيرة وما فهمش انا في الحاجات دي يا بنت. يا بنت البوسة يا بنت. يا سلام وش احمر. والله وش احمر من كتر البوسة. يا سلام يا سلام عليك يا زينا. يعني ربنا ما عبرنيش منك يا زينا ويحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخير. انت اجمل حاجة هنا في المنطقة دي كلها والله. كفو كفو يا زينا تسلمي. ربنا ربنا يسعدكم ويحفظكم ويرفع قدرك كفو كفو وربنا يخليك احلى زينا في الدنيا والله. مش قولتلك قولت fais بالفعل شخصية هتحبيها. شخصية كده جميلة 99%. يا رب انا وانت كده والله ربنا يسعدك يا رب كده. يا قولتلك من اجمل الشخصيات. انت لا انا احب اسم زينة جدا انا كنفسي اجب بنت واسميها زينة انا بحب اسم زينة ان شاء الله لو جبت بنت سسميها على اسمك يا زينة انا والله العظيم احب اسم زينة جدا شوفي يا زينة انت كده بقيت موجودة في كل شارع مصري لا والله انا بعث اسم زينة انا اطلا لما جبت ولد سميته زياد عشان يبقى عندي زياد وزينة ادعيني بقى اجب زينة على اسمك يا زينة خلاص 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 يا زينة خلاص يا زينة يا زينة انت هيبقى بكل هنسمي شارع في مصر باسمك قريب شارع في مصر هنسميه كده بزينة يا رب تجي بزينة يا رب حبيبتي وتبقى حلوة زيك كده يا لهوي يا ناطول ربنا يخلوك بالبعن بقى جدولاتي دخلت بقى في اله ربنا يسعيرك يا زينة ويحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخرة ان شاء الله ممكن اشياء بسيطة بنعملها في هذه الحياة بتبقى سبب في ادخال السرور على قلب انسان واحب الاعمال الله يدخل السرور على قلب مسلم يعني اما انت بتبقى سبب في ادخال السرور على قلب انسان ده مفيش اعظم من هذا في هذه الحياة الدنيا يعني انت تكون سبب في ادخال السرور على قلب انسان نحن نعود